انا شو بحب اول اشي لازم لما تشتروها تتأكدوا انها مش معفنة مش مضربة تمام انا بخسلها كتير منيح بس اخسلها شو بعمل فيها بجيب السكينة بقطعها هيك بعمل بالعرض هيك بس تيري بالك اصابعك ايوه انا هيك بعمل فيها اه اوكي بعدين بجيب بحط مي وبسلقها بس اخسلها واقطعها هيك للموز بغليها عشر داعي قربع ساعة بغليها بعدين بصفيها وبشويها بالفرن شو فوائد الكستنة هلا الكستنة فكرة في ناس بفكروها من المكسرات او كلها دهون هي بالعكس نمية الدهون فيها قليلة جدا والله انا معنها بسموها تشست نت بس هي مش نت هي مش مكسرات هي تعتبر من النشويات المفيدة جدا النشويات قليلة جدا بالدهون فعشان هيك ما نحط الكستنة وناخد رحتنا كتير للناس اللي عم بيعملوا حمية هي مفيدة جدا يعني استقدر تبدليها بالحمية بدل نشوية اوكي انو عادة المكسرات غنية بالدهون عادة المكسرات هي لا غنية بالكربوهايدراك هي كاربز اكتر اشي مصدرها انا حاطة هون معلومات غزائية طبعا الكستنة بتختلف على حسب اذا صيني في يعني في عدة انواع في الصغير الامريكي الامريكي كتير صغير وفيه الحجم الكتير كبير الاوروبي احنا عادة بكون عندنا مثلا التركي الصيني اللي هو حجمه وسط عشان هيك السعرات بتختلف على حسب حجم الحبة اوكي يعني ممكن توصل من ممكن تكون الحبة عشرين سعرات وممكن تكون الحبة حسب حجمها وزنها او 40 سعرات انا حطيت المعدل انا حطيت ثلاث حبات كستنة تقريبا بهذا الحجم خمس وخمس سعرات اوه تقريبا فيهم خمس وخمس سعرات حررية فعشان هيك منحكي نحنا دايما ست حبات خمس حبات مازبوط يعني مثلا ست حبات تعتبر بديل مثلا سناك يعني ممكن لحد عشر حبات يعني ممنيح يعني ازاك كل ثلاثة خمس وخمسين فمتوصل مصلا مية وعشر ومية وخمسين كسعرات حررية حلو مناسب يعني ان تقيبات تشعي كتير بالزنق بس في ناس لا مننشوه ومنسهر عليها في الليل وقعدتها وإذا كانت صوب قديمة أو كذا برضو هذول حلوين تراث العيلة تراث العيلة طيب هلأ أديش فيهم؟ الخمي أه ثلاثة فيهم خمسين برجع بحكي هذا بعتمد على حجم الحجم أنا حطيت الأفرج المعدل 55 سوعة حرارية 12 جرام نشويات عشان هيكل اللي بيأخذوا جرعات إنسولين بيهموهم أسلا يعرفوا قدي نشويات بالحصة عشان يعرفوا قدي يأخذوا جرعات إنسولين نصف جرام بروتين وفاصل ثلاثة جرام دهون يعني فش فيها إشي آه ليست دهون هي ميلينة شوية البوتاسيوم منيح بس مش عالي يعني عادي 137 ميلي جرام بوتاسيوم بالعكس لمرضى الضغط لمرضى القلب كثير مفيد البوتاسيوم قد الموزة قديش فيها بوتاسيوم؟ الموزة ممكن توصل 200 ميلي جرام عحزب الحجم لأنه في حجام كثير كبير بس إحنا هاي تعتبر قليلة يعني أي إشي تحت الـ 200-250 يعتبر قليل بالبوتاسيوم كحصة لهذا بهم مين؟ مرضى الكيلة يعني مرضى الكلام نقولهم كله أربع حبات خمس حبات مش أكتر عشان الموضوع البوتاسيوم برضو فيه نسبة من الكالسيوم نسبة من مجنيسيوم وفيتامين سي فيتامين سي يعني منقدر نحكي 6 حبات تعطيكي تقريبا 35 إلى 40% من احتياجاتك من فيتامين سي بس إحنا لما منطبق خبير وحسي بس عشانية بالزبط هلا فيه ناس بيأكلوها نية اه أنا بحبها نية بيه ناس بحبوها نية بس يتغلب تأشيرها ماها هي بالزبط بالزبط فبس هي غنية بهذه الأشياء فيها كمان فوليك أسيد فالحلو أنه ما تخافوا منها هي كتير مناسبة للحمية بكميات معقولة من معيك من 6 إلى 10 حبات ضمن حمية للأشخاص الماشي عاملين حمية بقدروا يأكلوها كوجبة عشا صح جنبها صح نسلطة فيه ناس كمان بطحن بس يستمخوها بطحنوها ويدخلوها بالسلصات المختلفة وفيه ناس كمان بعملوها مع الجاج مع الجاج مع الحشوة مع الحشوة كتير طيبة ممكن ناس يكون عندهم حساسية من الكسرات لا مش من المكسرات يعني احنا ما نعتبرها مكسرات حتى القيمة الغذائية بتاعتها لا تعتبر من المكسرات هي بتعطي طاقة للرياضيين مثلا كتير مناسبة للأشخاص اللي بلعبوا رياضة مثلا بركت ساعة طويلة بعمل هايكينج هدول في بكون في معلبين أو مش معلبين بيجيبوا علب يعني مسلوئين وجهزين ومحطوطين بعلب مسكرة ايوه اوكي اه 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 صح 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 زي من قطر نعتبرها زي بارطاقة اشي بيعطيك سناك يعطيك انرجي تقدر تكملي الركضة تاعتك يعني هدول تعتبر من السناكس اللي زي البارز يعني من قطر ناخدهم لانه مصدل لنا شويات هدول اللي بركدوا مسافات طويلة بعملوا هايكينج تخيم بدهم طاقة بس هدول البكيتات اللي بيبيعوهم كتير صغار الحبات اه كتير صغار يعني كل سبعة عن تنتين اه طيب معاجمة هدا بكل امريكي لصغير اه احنا هدول الصغار اه اه ادو بتوصل فيها 15-16 سعر حرارية اه اذا اوي قلبك خلص البكيت كل اكتر مرة خلصت بكيت بالسيارة اشتريت اغراطي ستور ماركته هي معين خلصتوا بالسيارة حتشت زم مكن لازم حسب الزم اه لا 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 الصغار الصغير الامريكي هدا الكتير صغير تقريبا الحب فيها 15-17 سعر حرارية طب شو افضل طريقة نطبخها حتى هيك تكون سهلة هدامة مش كتبت رأش هلا انا شو بحب اول اشي لازم لما تشتروها تتأكدوا انها مش معفنة مش مضربة حبة حبة تمام اه انا بخسلها كتير منيح بس اخسلها شو بعمل فيها بجيب السكينة بقطعها هيك بالعرض بعمل بالعرض هيك اه بس ديري بالك اصابعك ايو انا هيك بعمل فيها احا اوكي بعدين باجيب بحط مي وبسلقها بس اخسلها واقطعها هيك للموز بغليها عشر دعاية اربع ساعة بغليها بعدين بصفيها وبشويها بالفرن سيما انا شاوي هدول اوكي ادي بترجع تاخد بالفرن حسب ادي يعني انا هيخليتها تقريبا نص ساعة اخذت وهيك بشويها هون بالفرن فبتصير اسهل حتى لما تكوني مقطعيتها مية بالمية وهي تقريبا بالعرض كتير اسهل للتأشير لانه بتعمل هيك بتأشير بالضبط تأشيريها زمان كانوا يعملوا اكس او اكس او اكس بس هي اسهل هي اسهل كتير هيها زاكية ومقشرة شفتي لما تسلقيها بصير اسهل تأشيرها اه اينا نقشر كاستنا اه صح بتحس هي اجواء الشتاء هي الكاستنا وين صبتنا ما فينا صبت شفتي كيف هاي الكاستنا لما نسلقها ما بيروح اش من قيمتها الغذائية لا لا اللي بيروح الفيتامين سي اللي بيروح هاي هاي اسهل اه 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 شفتي هيقشرنا هاي الثانية حلو فشايفة هدول حتى الحبات الصغار يعني ممكن الاربع يوصلوا ستين سعر حربية اه يعني عادي انا شوفي حجمها قديش صغير هاي واحدة تعني لما تسلقيها اه لما تسلقيها خلاص بيصير سهل وهاي القطع اللي هون اه لما تعملي قطع هيك صير تأشيرها اسهل عرفتي بس هو السلق اللي بيساعدها انها تتأشير منيح صح اه 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 لما تشويها بدون سلق بتغلب شوي هو السلق اصبت طريقه هاي تسلقيها هاي وتصير هيك تمام طيبة وزاكية في كتين ناس بحطوها مع السلطة في ناس بياخدوها بدل سناك الناس اللي بيزهقوا من الخبز بدكش تفطر الصبح خبزة عادي يحط جبنة مع خيار وحط جنبك صح نكستنة ايه شو صح اه يعني الواحد غير من انواع الفكور اه افكار هيك في ناس شو اسمه بحطوها مع السلطة في ناس مع الجاج بيطبخوهم مع الخرول في ناس بعملوها سوس اه اوكي بطحنوها على البلندر وبيحطوا عليها اه زي الفينات باتر زي زبدة الفول السوداني مقدرت اقا مقدرت اقا قلية انا بحكي عنك ايزان اوكي اوكي حلو اذا هاي كانت فوائد الكستنة معروبة وطريقة كمان الطبخها طريقة تعفليها كتير شفتي انه صحب كتير تأشلي كستنة بتحسيها جمعة العيلة يعني بتجتمعي مثلا بالليل خصوصا هلأ فيش كتير طلعات بالليل تقدي بتأشري كستنة بس ما بتأشره كتير كل بحض يحط ست سبع حبات عشر حبات ويوعد هده انه حصل شكرا ربا اهلا وسهلا